اختياراتي مدمرة حياتي حياتي اختياراتي اعز ما يملك الراتو حريتنا الفنان احمد فهمي اهلا وسهلا فيك بزهرة الخليج اهلا وسهلا فنان اليوم نحن موجودين بالامارات بافتتاح فيلمك الجديد ميستر اكس خبرنا عن دورك كبطل بالفيلم عن الفيلم انا يعني سعيد ان انا معاكم وسعيد ان انا اول عرض الخاص ليا في دبيب فيلم ميستر اكس فيلم انا احبه جدا وازلنا فيه مجهود بقى انا سنتين بنشتغل اه متحمس جدا كنت لردود افعال الجمهور الاماراتي وبالذات في اول انطباعة في العرض الخاص ده طميني جدا انه نهارده الحمد لله بقديم في مصر بشكل كويس اول وعملين ارقام كويسة جدا فكنت تمنى ده ان يكمل في الوطن العربي كله بداية ببادئ بقول عرض خاص في الامارات واعتقد ان ردود الافعال يعني بوسطتنا كلنا كفريق عمل الساحة الفنية عم تشهد افلام منافسة هالفترة ايه وين بتشوف حالك انت بميستر اكس والله يعني انا بشوف حالي بالنجاح اللي بحققه انا مش من الناس اللي بتقطت وص حواليها على الافلام اللي جنبي سواء كان فيلم عربي او اجنبي من اول ما طلعت معيشة مشيكو حتى كنت بدور على الاختلاف ان احنا نعمل افكار مختلفة بعيدا عن المنافسة وفي نفس الوقت انت ربقية مختلف هيبقى عندك جمهورك وعندك في الورسك لكن فكرة ان انت تبص منافسة حد اه طبعا انك منافسة شارسة جدا ما هيش حتى جيلي يعني ما فيش حد من جيلي موجود في المنافسة دي كلهم نجوم كبار وسبقنا في السن وفي عدد الافلام وفي عدد الشغر سنين الشغر لكن دي منافسة تشرفني جدا وتكبر اسمي اه بان انا حقق نجاح في وسط كم الافلام ده اذا كان عربي او اجنبي يعني نفتريت عايز تطلع براتك بتصبحني بعدها وبتنسيلي بعدها انت متأكد ان ده بيجرمي لا ده كده بيجمع مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم الفنان الهام شهين هل اضافوا شي للفيلم اه اه طبعا يعني انت بتتكلم قصا عمتا ضيوف الشرف تجريا طبعا يضيفه كلهم بشكرهم يعني هم مقسامة كتير قوي فهمش عارف اقول مين ولا مين لكن الاهم ان انت تجيب ضيف الشرف كمان وتستفيد منه فنيا ازاي مش بس تجريا كوجوده في تريلر او او كوجوده في الفيلم نفسه يعني ازاي تقدر توظفه فاحنا الاول من الاول ما كناش محددين اسامي كنا محددين افكار ومشاهد اه اي حد هيجي يمثلها تطلع بشكل مظبوط فما بالك بقى لو نجم كبير جه هو اللي قديها طبعا بيدي اضافة كبيرة للعمل ياما 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 يام إن الجزء الأولاني كان علامة وكان من الأفلام اللي عايشة دلوقتي في ذاكرة السينما فما ينفعش إن إحنا نخش الجزء حتى زي اللي فات لازم يكون أعلى بكتير عجبني فكرة إن أنا أكتب فيلم وإنا دلوقتي موجود وبنافس كممثل إن نبقى السوق زي بره زي في أمريكا إن ممكن يبقى بين ستيلر بيخرج فيلم تاني أو بيكتب فيلم تاني لنجم كبير برضو ولكن وبرضو فكرة إن أنا بادئ أصلا مع حلمي في كدر ده واستفدت منه كتير وتعلمت منه فحابب إن إحنا نرجع نكرر التجربة تجربة ما فيهاش ممكن بالنسبة لي ما أكسب مادي يعني لأن التأليف ما هواش زي التمثيل لكن هي فيها جزء معنوي كبير قوي إن أنا هرجع تاني أشتغل مع حلمي وهرجع بتاني أشتغل على مشروع بحبه وعلى مهنة أنا بحبها هي التأليف اسأل على طيبة عزيز العقد وإنت تعرف أنت بتكلم ميه بلّكت كريستيان ومسلا بلّكت كريستيان ومسي؟ طب خلي بالك بقى عشان عمر وردة بيلعب هنا عمر وردة؟ النجمة هنزاهد عم تشاركك العمل أيها فاني لكن شفنها كبطلة بالبوستر هي وراك هل أنت مع مقولة ورائك والرجل عظيم أمرأة؟ آه طبعاً يعني هو هو الفكرة هنا برضو إن إحنا خلي بالك بنتعامل ممثل وممثلة يعني دور يعني ممكن أنا كان يجي لها الفيلم لو مش عجبها ما كانتش هتعامله وده ملوش علاقة إن هي مراطي أو مش مراطي لكن هي وجودها كممثلة موهوبة جداً وممثلة عندها جمهورها أضاف كتير أول الفيلم كجودة وتجارية طبعاً اختياراتي مجمرة حياتي حياتي اختياراتي مجمرة حياتي قرنية الفيلم بصوات الفنان أحمد سعد آه طبعاً يعني وأحمد الفترة الأخير في الآخر سنتين دول ما شاء الله يعني مكسر الدنيا ولو قال صباح الخير الناس بتتبسط بجد وهو شخص محترم هوقف معانا جداً وجي يصور كمان برا أن هو عامل الأغنية صور جوا الفيلم وبشكره جداً الأغنية فدتني برضو كتير ووجوده في الفيلم كنجم كبير فدني كضيف شرف فبشكره وبقول له أنا نفسي حابب الأغنية جداً حتى بعيداً عن النجاح يعني كلمة أخيرة لجمهورك بالإمارات لي شاهدك اليوم ولا جمهور زهرة الخليج لبيت أبقى؟ آآ بقول لهم آآ بقول له جمهور الإمارات أنا نشكر جداً على حسن الاستقباله ده مش غريب عليكم أهل القرم وأهل الضيافة آآ كنت متحمس جداً بعد الأسبوعين بتوع مصر والنجاح الحق أنا هناك أنا ناجي هنا وعمل نجاح جديد أعتقد أن الانطباعات الأولى آآ كانت مطمئنة جداً والناس قابلت الفيلم يعني يعني فعلاً بشكل طميني جداً على اللي جاي أتمنى كل جمهور الإمارات يشوفوه آآ بالشكل اللي الناس حضرت النهاردة وشافته آآ فيلم أنا بحترمكو فيه آآ لإني عملت اللي أقدر عليه ومستني بجهات نظاركو بتقبل كل حاجة لكن إن شاء الله واسخ منه هيعجبكو آآ وهبقى هنا في الإمارات آآ عام شغال جامد جداً وفي الوطن العربي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر